ازايكو جماعة عاملين ايه اتمنى كلكو تكونوا بخير ان شاء الله وحابب الاول اشكركم جدا جدا على الميت الف سبسكرايبر انا ولا كنت عمري احلى من الصراحة ان انا اوصل عشر تلاف سبسكرايبر حتى ولكن ده انتو اللي عملتوه وده انتو اللي دستو سبسكرايبه انتو اللي تبعتوني وانتو اللي دعمتوني عشان اعمل فيديوهات وانتو اللي بتتفرجوا على الفيديوهات يعني انتو الكل في الكل الحقيقة فانا بشكركم جدا ان انا وصلت ميت الف سبسكرايبر وان شاء الله قريب هيبقى فيه جيفاوي كبير قوي ليكم مبدئيا انا هبدأ سلسلة جديدة وهي بتتكلم عن افضل تطبيقات وافضل العاب وافضل الانشرات مسلا تقدر ان انت تحطها في موبالك الاندرويد او حتى الاي او اس فهيكون ان شاء الله في فيديو كل شهر او فيديوهين كل شهر بتتكلم عن افضل العاب او افضل تطبيقات انا بستخدمها او موجودة على او 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 اي او اس في الفيديو ده هنتكلم عن افضل خمس تطبيقات مفيدة تقدر ان انت تستخدمها مش هتكلم قوي عن تطبيقات ترفيهية او تطبيقات تغير شكل موبالك او الكلام ده كله في فيديوهات تانية ان شاء الله جاية ولكن الفيديو ده انا هتكلم عن افضل خمس تطبيقات تقدر ان انت تستخدمها او تقدر ان انت تستفيد منها فعلا فاول تطبيق معنا هنا وهو اسمه طبعا كتير جدا مننا اللي بيتفرج علي واقنا شخصيا واحنا سايقين بنمسك الموبايل وبنتشات وبنستخدم الموبايل بشكل كننا قاعدين على قهو عادي جدا فده خطر جدا واكبر حوادث او اكتر حوادث بتحصل بسبب الموبايل او بسبب ان انت بتشات او بتكتب حاجة على الموبايل وانت سايق فدي الصراحة عادة فيها وحشة جدا انا كنت عايزة بطالها ومش عارف بيجي لي نوتفكيشن وانا سايق فغصب عني ان انا بقى شين الموبايل وبقى يبدأ ان انا ارد على اللي بيكلمني او حاجة ففكرة التطبيق ده كويسة جدا بمجرد بس ان انت هتعمله اون هو هيحس ان انت سايق او لما بيحس ان انت سايق بيقفل عنك النوتفكيشن نهائي او بيقفل عنك المكالمات نهائي بحيس ان هو ما بيوصلش اي نوتفكيشن او اي مكالمة وانت سايق او هو حسس ان انت سايق يعني ولكن ممكن تخصص مثلا مكالمة معينة لو انت مستنيها حاجة مهمة جدا تخصصها انها هي تجي لك وانت سايق بيخليها تعدي عادي جدا منه وكمان ممكن تخصص حاجات معينة انها هي تعدي بس من البرنامج او من التطبيق غير كده مش هيجيب لك اي نوتفكيشن او مش هيجيب لك اي حاجة بحيس ان هو بيقفل عنك النات نهائي وبيقفل عنك النوتفكيشن نفسها عشان ما يجي لكش حاجة تشتتك وانت سايق فكرة تطبيق ده الصراحة عجبتني جدا فحبيت ان انا شاركها معاك ويخلي بالك وانت سايق من الموبايل لان دي الصراحة خطيرة جدا بالذات في شوارع مصر ده انتوا عارفين يا تاني تطبيق معنا وهو اسمه تيكي طبعا كتير مننا جدا عنده قرائبه في السعودية عنده قرائبه في الامارات او ايا كان برا فين في امريكا في اوروبا ايا كان فلما بيجي يكلمهم على الخط الارضي او التليفون الارضي بتاعهم او حتى الموبايل بيبقى التكلفة غالية جدا جدا بحيس مثلا ان انت تقريبا الديئة للسعودية بتتكلف اتنين جنيه ونص او تلاتة جنيه فتيكي ده بيسمحلك ان انت اتكلم التليفونات الارضي او الموبايلات بسعر رواطي جدا بحيس ان انت عندك بقات من اول خمسة دولار لغاية تلاتين دولار تقريبا واسعار دقيقة نفسها رخيصة جدا جدا في التطبيق ده بحيس ان هو مثلا لو جيت تكلم السعودية فهتلاقي الريت للدقيقة بساوي صفر فاصلة صفر سبعة خمسة من الدولار يعني لو جيت حاولتها بالمصر تقريبا هتلاقي هجنة وربعة فده شيء كويس جدا او يعني تقريبا نص اللي انت بتدفعه في الشبكات زي موبايل واتصالات وفودافون والحاجات دي الحقيقة انا جربت البرنامج وكواليتي نفسها بتاعت الكول كواليتي عادية جدا اكينك بتتكلم في الموبايل عادي جدا مفيش تقطيع والان انا استغربته جدا ان من نفس تطبيقتك ده ان انت لو عزت تتكلم حد في امريكا هيبقى الريت واطي جدا جدا بحيس ان هو بيوصل لصفر فاصلة صفر واحد سبعة دولار للدقيقة فده لو حاولته المصري تقريبا هيعمل تلاتين قرش فلو انت عندك قريبك في امريكا او حاجة وبتكلمهم دقيقة هتبقى بتلاتين قرش اكينك بتتكلم واحد من مصر عادي جدا يعني فرق عشر قروش او حاجة فالحقيقة انا لقيت التطبيق ده مفيد جدا وكمان اللي عاملين التطبيق عاملين حركة كويسة جدا بحيس ان انت ممكن دلوقتي تكسب الاس 9 او تدخل صحب على الاس 9 كل اللي عليك بس ان انت هتروح على جوجل بلاي لو انت اندرويد او اب ستور لو انت ابل وهتعمل ريفيو للتطبيق ده يعني هتقيمه بحيس ان انت تدي له النجوم بتاعته وتكتب ريفيو وكل اللي عليك بس ان انت تعمل سكرينشوت للريفيو ده وتبعث لهم ميل وهتدخل صحب على جالاكسي اس 9 وكمان عاملين لاول مية بيعملوا تقييم للتطبيق ده او ريفيو للتطبيق ده بيدوهم خمسة دولار في رصيدهم تقدر ان انت تستخدمهم لوقت ما انت عايز فهيساب لكم الرابط التطبيق تحت وهيساب لكم برضو الميل اللي انتو مفروض تبعثوا عليه السكرينشوت بالريفيو عشان ان شاء الله تكسبوا الجالكسي اس 9 تهل التطبيق وانا كنت باستخدمه كتير جدا فترة كاس العلم اللي فاتت وهو تطبيق اسمه موب درو موب درو ده بيسمح لك ان انت تشوف اي قناة تلفزيون على الموبايل ستريمينج بشكل حلو جدا جدا وحتى القنوات المشفرة زي بينسبورت وزي القنوات الرياضية كتير جدا المشفرة موجودة برضو على موب درو وللحقيقة ان انا لما نزلت كذا برنامج عشان اتفرج على كاس العالم الحقيقة كلهم بيقطعوا يقام اعلانات كتير جدا موب درو تطبيق احترافي جدا بيسمح لك ان انت تتفرج على الستريمينج وممكن من خلاله برضو ان انت تتحدد الكواليتي بتاعت الفيديو او جودة الفيديو على حسب الانترنت اللي عندك او حسب سرعة النات اللي عندك فالحقيقة ان انا لقيت التطبيق ده مفيد جدا جدا لو انت بتتفرج على ماتشاط او لو انت بتتابع ماتشاط او حاجة وافضل تطبيق ان انت تروح تتفرج عليه على التلفزيون من على النات تالت تطبيق اللي انا لقيته مفيد جدا جدا وهو تطبيق اسمه stop ad stop ad ده كل اللي بيعمله ان هو بيشلك خالص الاعلانات اللي في البراوزر بتاعك يعني لو انت بتتصفح مثلا من جوجل كروم من فاير فوكس من اي متصفح على موبايلك الاندرويد بيشلك اي اعلانات بتبقى على المواقع طبعا زي ما احنا عارفين ان انت ساعات بتدخل موقع مفيد جدا ولكن بتلاقي اعلانات في كل مكان بل بقى ان انت ما تلاقي مثلا اعلان قافل اصلا على الكلام اللي انت بتقرأه او على الصورة اللي انت بتشوفها في حاجة مستفزة جدا البرنامج ده او التطبيق ده بيقفلك خالص كل الاعلانات دي نهائي ما بيظهر لكش نهائي وفعلا انا من ساعة استخدام بس للتطبيق افلي الف ومائة اعلان وكمان التطبيق ده بيقفل خالص البوب اوب ادز واللي هي ان انت مسلا ساعات لما بتدوس على حاجة او لما بتدوس على حتة فاضية في الموقع ساعات بيطلع لك اعلانات هنا وهنا وفيه اعلانات اللي هو يقول لك موبالك الاندرويد هينفجر كمان ساعتين والحاجات الغريبة دي فدي الحقيقة بتبقى فيروس وبيبقى مالوير وبيبقى سباي وير وبيبقى حاجات مش حلوة فالتطبيق ده بيمنع هالك خالص نهائي ولكن للأسف مشكلته انه هو مش ببلاش مش فري خالص هو باثنين دولار تقريبا او بثلاثة دولار فلو انت معاك الاثنين دولار او الثلاثة دولار تقدر فعلا تستثمر فيه البرنامج ده هيفيدك بشكل كبير جدا وانا لو لقيت منه نسخة مجانية هحطها لكو برضو رابط فيه صندوق الوصف خمس واخر تطبيق وهو متعلق بالتطبيق الاول اللي انا اتكلمت عليه اللي هو ولكن ده بقى بيشيل العادة خالص بتاعت ان انت تمسك التليفون 24 ساعة انا برضو منهم للأسف انا ماسك التليفون 24 ساعة او ماسك الموبايل 24 ساعة على الفيسبوك على الواتساب بتفرج على الفيديوهات يوتيوب اسيب اليوتيوب اطلع على الفيسبوك اسيب الفيسبوك اطلع على ما اعرف شيء فده الحقيقة بيشتت العقل جدا وبيخلي التواصل بين الناس الحقيين اللي في الشارع الحقيقة موضوع صعب جدا ان انت ماسك الموبايل واحنا كلنا الحقيقة مسكين الموبايل 24 ساعة فهد تطبيق ده اسمه نوفون بحيث ان هو بيرجعك بقى بالزمن لزمن الثلاثة تلتمائة وعشر او حاجة ايام ما كان التليفون بس هو للمكالمات والمسيجات بس فبحس ان انت اول ما تفتح التطبيق هتلاقي شاشة بيضة عادي جدا وبيسمح لك بس ان انت تدخل على كولز او المكالمات وكمان قطر خيره ان هو بيسمح لك ان انت تضيف برنامجين او تطبيقين بس ان انت تخصصهم هو بس اللي يدخل على الجهاز بحس ان انا هنا ضفت اليوتيوب عشان ادخل بس اشوف القناة وضفت الميل عشان لو جالي ميلات مهمة او حاجة وهو كده كده فيه كولز اللي هي المكالمات العادية وكمان فيه حاجة اسمها تاسكس التاسكس دي يعني مهمات ان انت مثلا لو عندك مهمة معينة عايز تعملها او حاجة بيفكرك بيها فالحقيقة تطبيقها يعني هو مش تطبيقها ولا انشر من الاخر ان هو بيحول موبايلك لموبايل بس للمكالمات وتطبيقين بس هم المهمين اللي انت ممكن تدخل عليه فالحقيقة برنامج مفيد جدا او تطبيق مفيد جدا هيقلل استخدامك للموبايل بالشكل الغريب اللي احنا بنستخدم به الموبايل وبكده نكون وصل لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وما تنساش تروح تعمل ريفيو او تقييم للتطبيق اللي اسمه تيكي عشان يبقى عندك فرصة ان انت تكسب سانسونج جالاكسي اس 9 كان معكم محمد سامي اشوفه فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم